اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف الحب والوصال لبقية الله الأعظم لإمام زماننا إذا كنا ندعي الارتباط والحب لا بد أن نقوي علاقتنا أن نقوي علاقتنا بإمام زماننا بشكل واضح نذكره في المجالس إذا نحب نكثر من ذكره في المجالس ونبين هذا الأمر ونفتخر به ونقول إمام زماننا غائب ونخجل كذا لا أبدا بالعكس نبين نحن مرتبطين بقوة نحن مرتبطين بشخص يا أمين الله يا شمس الهدى يا إمام الخلق يا بحر الندى عجلا عجل فقط طال الصدى واضمحل الدين واستولى الضلال يا ولي الله يا كهف الرجى مسني الضر وأنت المرتجى والكريم المستجاب الملتجى غير محتاج إلى بسط السؤال سيدي أنت بحمد الله قد أطلعك الله على أسراره ما تحتاج أن نبسط السؤال مسنا الضر سيدي مسنا الضر طال الانتظار نسأل الله الثباتة على محبته وأن لا نكون من الذين ينقلبون على اعتقاداتهم ويتراجعون عنها إذا طال الأمد لا إن شاء الله من الثابتين وإياكم وعلامة الثبوت وعلامة الثبوت وإن شاء الله من الثبوت وإن شاء الله من الثبوت وإن شاء الله من الثبوت قل لي وإن شاء الله من الثبوت 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 يقول فاتبعتها نحن مجموعة وإن شاء الله من الثبوت وإن شاء الله من الثبوت خشيت بالغابة خشيت وراها ركضت وراها وأوغلت في أثرها حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه بالغابة ماكو أحد وكلما أسير يتسع الناهر فبينما أنا كذلك اضطلع علي فارس تحته شهباء فرس شهباء وهو متعمم بعمامة خز خضراء لا تنسى الحسين الحمداني دا يحكين نهاي الحكاية وهو يومئذ كان يزري بعقائد الشيعة مو معتقيد يقول طلع لفارس تحته شهباء وهو متعمم بعمامة خز خضراء لا يرى منه سوى عينيهم غطي وجهه بس عيون طالعة وفي رجله خفان حمروان النعل اللي لابسهن خفان حمروان مو نعل مثل تكرم الحذاء مثل الجورب نوع جلد فقال لي يا حسين ناداني ولا هو أمرني ولا كناني ما قال لي يا أمير الناس تحتروني الناس تركعلي أنا أمير جيش أنا والي على الجيش والي على منطقة قمجاي الناس سميني أمير الناس سميني والي على الأقل مثلا تطيني فرد لقب فرد كنيا أبو فلان أبو علي لا هو أمرني ولا كناني فقلت ماذا تريد قال ولم تزري على الناحية ليش تتكلم ضد إمام زمانك ولم تمنع ولم تمنع أصحابي خمس مالك ليش تمنع الشيعة خمس أموالي خمس مالك اللي متعلق بي ها شوف الإمام صلوات الله عليه لا يرضى بشخص يمنع الخمس أكو ناس تقول ليش تطي خمس هاي القصة تطيني معلومة أن الإمام يأمر بإعطاء الخمس لما تمنع أصحابي خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا حسين الحمداني يقول كنت رجل وقور ما أخاف فأرعدت وتهيبته دخلني منه الهيبة والرعدة قمت أرتجف وقلت له أفعل يا سيدي ما تأمر به يعني أولا لا تزري لتتكلم ضد إمامك ثانيا تدفع خمس أموالك فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه فدخلته عفوا وكسبت ما كسبت فيه تحمل خمسه إلى مستحقه إذا رحت إلى قوم وأهل قوم بعد ما حاربوك وصاروا زينين وياك اشتكسب من أموال تدفع خمسة إلى مستحقه أنا راح أدزلك واحد هو ياخذ يعني النائب زمان راح يجيك فقلت السمع والطاعة فقال امضي راشدا توكل على الله يا الله وَلَوَى عِنَانَا دَابَّةِهِ وَانْصَرَفْ فَلَمْ أَدْرِي أَيَّ طَرِيقٍ سَلَكْ وَطَلَبْتُهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَخَفِي أَمْرُهُ عَلَيْهُ وَازْدَتُ رُعْبًا وَانْكَفَفْتُ رَاجِعًا إِلَى عَسْكَرِي لما أرجعت إلى عسكر نسيت هذا نسيت القصة رايح لا قم أنا فلما بلغت قم وعندي في نيتي السابقة قبل هذا الموقف أريد محاربة القوم حتى أشوف منه كان يعصي على الدولة أطير خرج إلي أهلها وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا لأنهم يخالفون في الاعتقاد فأما إذا وافيت أنت من بني حمدان الحسين فلا خلاف بيننا وبينك ادخل البلد فدبرها كما تريد انت والي مو مشكلة شون متحب فأقمت فيها زمانا وكسبت أموالا زائدا على ما كنت أتوقع فلوسه وايحة الصليت ها فشيغول ثم وشاء القواد بي إلى السلطان قادة الجيوش اللي تحت إمرتي وشوا إلى السلطان وحسدت على طول مقامي وكثرة ما اكتسبت واي طولت بقوم وشافوني داعيش براحتي حسدوني اكتسبت أموال كثيرة الناس قامت تجيب لي هدايا كذا فعزلت الدولة عزلتني بعد سنوات ورجعت إلى بغداد ايه فابتدأت بدار السلطان وسلمت وأقبلت إلى منزلي أول ما وصلت إلى بغداد رحت بما يصطلح عليه السلطان يعني ذاك اليوم كان يقولوا له خليفة بعدين رحت إلى منزلي ببغداد عدي منزل وجاءني في من جاءني محمد بن عثمان العمر النائب الثاني فهي سعرفت القصة شوكت واقعة واقعة في زمان الغيبة الصغرى في زمان النائب الثاني أبو جعفر فتخط فتخط الناس حتى اتكأ على تكأتي ايجا هاي المخد اللي أنا ما اتشع ليه عزقا عدم صفها واتشع ليها فاغتضت من ذلك ضجت تأذية هذا ليش ما يراعي الأدب الناس تعتبرني والي وتعتبرني قائد من قيود الجيش شوهذا ايجا عافي المكان كل ايجا قاعد يمي ولم يزل قاعدا وما يبرح كل الناس قامت تروح شوه وظل قاعد والناس داخلون وخارجون وانا ازداد غيظا فلما تصرم المجلس المجلس خلاص دنائلي هذا محمد بن عثمان العمري ادن يمي وقالي بيني وبينك سرا فاسمعه أنا جاي أبلغك سير فقلت قل قال فقال صاحب الشهباء والناهر تذكر صاحب الشهباء والنهار تذكر لما الطريدة شردت ودخلت بالغابة وتتوغلت وراها تذكر طلع لك صاحب الشهباء صاحب العمامة الخضراء وانت أخذتك الرعدة والخوف تذكر شنو قال لك يولا قلت يقول لك قد وفينا بما وعدنا قلنا لك اذهب راشد لما قلنا لك اذهب راشد يعني عين عليك لا تخاف وعدنا خليناك سنين هناك فيقم وكنت آمنا شنو قلنا لك بعد قلنا لك لتحبس خمسك ها فذكرت الحديث وارتعدت من وارتعت من ذلك وقلت السمع والطاعة هذا اللي شنو تأضوج منه قلت لها السمع والطاعة تؤمرني فقمت فأخذت بيده ففتحت الخزائن خزائن الأموال بعد ما الناس كلها راحت ما حدمق غيري فأخذت بيده وفتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته كل الخمس قتلة فضل أخذه وانصرف ولم أشك بعد ذلك بعد ما عندي شك بإمامي زماني الحسين ده يقول لبن أخوه الحسن بن عبد الله بن ناصر الدولة ده يقول لبن ناصر الدولة ده يقول لبن الحمداني عم الحسين يقول لبن أشك بعد ذلك وتحققت الأمر فأنا منذ سمعت هذا الحسن يقول فأنا منذ سمعت هذا من عمي ها زال ما كان اعتراضي من اعترضني من شك لكن الشيء اللي كنت أشك بي زال عني ببركة القصة التي رواها عمي الحسين الحمداني وبركة الإمام الحجة عليه والعلامة اللي وضعها بينهما بعد سنين ذكر بيه قال لتذكر لتنسى الوعد بيننا نعم إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف يمكن من لطفه وبركات وجوده بين فترة وأخرى أن يتواصل مع بعض الشيعة هو يعلم مع من يتواصل هو يدري أكو ناس يرحون إلى مسجد السهلة أربعين ليلة أربعاء حتى يصلوا بخدمة الإمام بعضهم يوصل بعضهم ما يوصل ما ندري الأسرار شنو إحنا الأسرار ما هي لا نعلمها ما نقدر نلوم الإمام لابد أن نلوم أنفسنا بعض الناس ما يروح أربعين ليلة أربعاء وإنما هاي الأربعين ليلة أربعاء يطهر نفسه نقل لنا آية الله السيد أحمد المددي حفظه الله يقول أيام شبابنا في مشهد كان شخص يأتي من مدينة يازد إلى مشهد الإمام الرضا صلى الله عليه للزيارة شيخ كبير السين وقور محترم نوراني يقول لما كان يأتي وكان والدي يستقبل كان يبقى الظهر عندنا في مشهد فإحنا كنا نحتف به والدي لما كان يدخل للاستراحة إحنا كنا نجلس معه فسألنا قلنا له شيخنا هل أنت لأنه يقول توسمنا فيه توسمنا فيه الخير توسمنا فيه أنه يمكن أن يكون لطهارة باطنه أن يتصل بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف شيخ محمد اليزدي اسمه شيخ كبير وقور ربما هذه القصة لذا أن قل لك ياه عمرها أكثر من خمسين خمسة وخمسين سنة أكثر بذلك الوقت يقول كان كبير وقور محترم فإحنا صرينا عليه أنه أنت يمكن أن ترى إمام زمانك شايف أو لا بعد الإصرار قال نعم كم مرة قال يمكن أنا مرات متعددة رأيته زين احكي لنا مولانا بعض الأشياء حتى نتعيض حتى نستفيد قال يوم من الأيام ذهبت إلى زيارة سيدنا عبد العظيم ما يعرف في طهران ومنطقة هناك عند طهران يسموه شاه عبد العظيم يقول كنت في شاه عبد العظيم كان يوم جمعة اغتسلت يوم الجمعة فجاء ببالي نحن نغتسل لزيارة المعصومين خلي اغتسل بنية زيارة الامام الحج يعني مؤلت دورة في مكان مقام خاص كل مكان دورة كل مكان احتمل أن تراه يقول وأنا في شاه عبد العظيم اغتسلت غسل الجمعة غسل زيارة الامام صلوات الله عليه يقول فلما خرجت إلى الشارع وكنت أمشي رأيت مقابلي سيد معمم محترم وقور رزن أقبل إلي أقبل إلي فضمني إليه وقال شيخ محمد اغتسلت فزر اغتسلت فزر يقول أنا أغفلت شنو دي يقول أنا على شنو ما اغتسل اغتسلت لزيارة الامام الحج يقول هذا الشخص جاني سلم علي ناداني باسمي قال شيخ محمد اغتسلت فزر يعني أنا امام زمانك يعني يمكن أن يكون الإنسان طاهر القلب وفي طيب يؤدي ما عليه من الواجبات يترك المحرمات يمكن الإمام يأتيه ويضمه إلى صدره هكذا العلقة والمحبة الصحيحة المحبة الحقيقية تخلي الوصال الحب والوصال الحب الحقيقي يوردنا إلى الوصال معه نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة